السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة ادوب اعمل حاجة اسمها ادوب فاير فلاي نقدر نجارب فيها الزكاة الصناعية الجديدة اللي هتعمله ممكن مثلا نجي هنا ونبدأ نديله مثلا اي حاجة احنا عايزينا نحاولها للصور فبروميت هكتب له بالعربي مثلا حصام عربي أصيل في الصحراء الاول ما كانش يفهم غير الانجليزي بس دلوقتي بقى يفهم العربي جابنا هنا بدأ يكون الصور وهنا بيقول لي بقى اختار اني مودل اللي انت شغل عليه عايز شغل على سري ولا تو عايز الاسبكتراشو اللي هي طوله العرض عايز الكلام طيب بص عملك الصور الجميلة هيت تمام ممكن نقول له مثلا ايه بيت بيت مصري بجوار النيل فمش محتاج ان انت تكتب بالانجليزي او ان انت تترجم لا على طول بقى يفهم العربي بيقولك انت عايز ارت ولا فوتو تبدأ شوف اللي انت عايزه هنا كان اختارها ارت ممكن نقوله بقى فوتو يبدأ يعدل لنا الصورة وهنا الستراكشور بتاعت الصورة هنا الستايل يعني ممكن تقوله انا عايز الستايل بتاعه يكون بالشكل دوت ممكن تقول انت عندك صورة معينة لفنان معين فيبدأ ياخد نفس الستايل بتاع الصورة اي صورة من دول تقدر ان انت تكبرها تقدر ان انت تعمل لها دول تقدر ان انت تديها تقييم هل انت مفع عليها وبشو مفع عليها تقدر ان انت تحطها في الففرب بتاعتك ممكن تقوله انا عايز انسخ اللينك بتاع الامج انا عايز انت تخصص صورة نفسها عايز تقريبها للايبرري عايز ابعثها للجالوري عايز افتحها على ادوبكس بيست ادوبكس بيست بديك امكانات كتيرة جدا للتعديل يعني كأنك فتح مثلا الفوتوشوب بانلايين هنا بيولا تختار لون معين مثلا انت تحب مثلا الحاجة كون لونها ازرق مثلا اللايت كل دي انواع من اللايت تقدر تختار منها الكاميرا نفسها تقدر تختار او تختار اي حاجة مثلا لاند اسكيب وكسا ففي اختار اكثر ممكن تختار منها نوع الكاميرا اللي انت عايزة تمام شوفه انت عايزة اكتب ايه بالعربي وهو يبدأ يأمل لك صورة اللي انت عايزة اشترك